يعني اهتمامهم الشديد جدا جدا بالغناء لكل شيء ماذا يعني؟ يعني ان هما شايفين ان الحياة تستحق الحفاوة وتستحق الفرحة والفرحة وعشان كده كانت مقابر النبلاء ومقابر الملوك فكرة الجدارية اللي فيها المغني الضرير اللي عامل ايديه على ودنه كده وبيغني وقدامه واحد بيعمله بصباعه كده بيسقف له او بيسقف له بايده وناس بتغني وناس بتسمع ويمكن فتيات بترقص كمان وانه ده هو متصور انه التعويز والطقوس هتحول ده للحياة معاه هتجيبهم معاه في الحياة فهو شايف ان كل شيء يستحق انه يحتفي به وحتلاقي بقى في حضرتك انواع كتيرة زي منا كاتب الصباح يغني للطيور والظهور ومرة بلبل ومرة عصفورة ومرة كروان والغراب حتى غني للغراب في بطلودة واسمها يعني شايفين الحياة جديرة بان تعاش وجديرة بان تمجد وتحب واننا نغني ليها بجميع اشكالها ومظاهرها هل استمر هذا الحب وهذا الاعجاب بفن الغناء على مدار التاريخ؟ على مدار التاريخ من العصور الحجرية مش من اول التاريخ يعني احنا عندنا مقابر من مقابل التاريخ قبل توحيد مصر على ايد الملك مينة من 3200 سنة قبل الميلاد عندنا مقابر فيها الات موسيقية فيها ناي وفيها القصارة الهرب الكبير وفيها انواع من الدفوف والطبول والرؤوء وعندنا نمازج لتمثيل للراقصات فاحنا بنغني بهذا الشكل وغنينا كتير وكان فيه انواع اشارت اليها في الكتاب انواع من الرقص كان فيه الرقص المقدس اللي في المعابد اللي الكهنة بينظموه وكان فيه الغنى الاجتماعي وكان فيه الغنى العاطفي واشكال من الغنى كانت موجودة عبر مأمات معينة ربما ما نعرفش النوت الموسيقية بالتحديد بس فيه اجتهادات كبيرة وبيحاولهم يوسقوا الاجتهادات من خلال الالة نفسها عدد مثلا ثقوب الناي واتساعها عدد اوطار الهرب ويد الراجل العازف جايبة من هنا وجايبة يعني عايزين يقولوا انه كان سلم مكون من كام درجة وهذه الموسيقى لانه كمان جزء اساسي في استمرارها احنا اللي حكموا مصر من بعد البطالما ما كانوش عندهم ايدولوجيا يحب يفرضوها على الناس او ولا حتى يتصوروا انها تتفرض على الناس يعني الرومان جايين بيجي الوالي الروماني ومعاه الفرقة العسكرية اللي بتحميه وبيبقى هدفه حكتين الحفاظ على المكان ده محدش يحتله وياخد ضرائب عشان يصرف على الاحتلال ده ويبعث جزء الخزينة المركزية انما الناس دي بتغني ايه بتحب مواويل شكلها ايه بتتجوز ازاي وبتطلق ازاي وبتعيش حياتها او ما لهم مش داعب خالص احنا بنبعد فرقة تاخد الفلوس من المسؤول عنه اللي احنا معينينه مسؤول الاقليم ده وناخد الفلوس ونعمل وهكذا فعلشان كده الناس مرسوا الغنى ده ومرسوا حياتهم كلها بطريقة الفلكلور ان هو ده ليس هناك وطبعا ما فيش ميديا تغير حاجة ما فيش كتابة وقراية اصلا وبالتالي عشنا حياتنا زي ما اجددنا القدماء عشوها واستمرت بهذا الشكل وعشان كده لما المسيحية جات والكنائس دخلت في الترانيم المختلفة ودخلت في العاسف برضو والهرب والبيان واللي موجود دلوقتي وأشكال الترنيم والترنيم الترنيم الكنائس التي هي ناتج للفرعوني الأزيم هو فرعوني طيب دم دخل الإسلام استمر في الإسلام واستمر في الصفية واستمر في الأنشيد الدينية واستمر في طريقة قراءة القرآن اللي هي مصرية فزة وأنا عمل جزء في الكتاب عن القراءات المصرية وعن الشيخ سلامة الله يرحمه والشيخ الطبلوي الله يرحمه برضو عندنا أغاني الفلاحيين عندنا أغاني السعيدة عندنا الموال الأحمر والموال الأخضر وعندنا كانوا رواة الربابة اللي بيمشوا في البلاد قصة الظاهر بيبرس وقصة عن طرح وصيف ابن زيازن وهكذا